نخش على الحالات يا كريم وعاوز أكلمك على الهدف الأول بقولك عليه النادي الأهلي بيفضل يباصي لتحت الكور كتير جدا جدا بعد كده بيقدر يعمل اللونج باس بص هنا يا كريم ده الهدف الأول بتاع النادي الأهلي لحظة أقف معلش شوف هنا يا كريم لحظة أقف أرجع بس الأول يا جلال معلش عاوز أقريك هنا محمد مجدي أفشا لما زاد في التلت الهجومي سحب معاه بص يا كريم الراجل هنا الباكليفت بتاع الداخلية سحب معاه فبالتالي يفضل مساح لكريم لكريم فؤاد تلاقي بالكورة الباصل نكمل حالة حمد فاتحي بيلعب الراجل بيقدر أنه يزبق القصة دي كلها حصلت ليه لأن معمد مجدي أفشا زاد كجناح تاني وسحب معاه الراجل عشان الكورة تلح نفس الكلام ده بيحصل في الهدف التاني نشوف الهدف التاني برضو اللي بص هنا كريم هو سحب وفضل مساحة عشان يقدر كريم فؤاد يروح ويعمل الباكباص اللي تكلم عليه جمال نشوف الهدف اللي بعده برضو نفس الكلام الكورة التانية برضو في نفس الكلام برضو كريم في وقت دايماً بيزبق في ظهر الباكات عاوز أتكلم على ضغط النادي الآن اللي كنت بقولك عليه أن حمد فاتحي دايماً بيزيد في الحتة دي وبيضغط على محمود عطية اللعيب بتاع نص الملعب بتاع نادي الداخلية نشوف الحالات بتاعة الضغط بص هنا كريم نادي الداخلية مع الكورة بص هنا على محمد شريف وعلى محمد مجدي أفشا وهتشوف الضغط الكبير جداً 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 عاوزك تبص على حمد فاتحي فين حمد فاتحي مع اللعيف بتاع نص الملعب بتاع نادي الداخلية هيجري عليه تاني بص يا كريم الضغط فبالتالي الداخلية مش هيعرف يطلع بالكورة وبالتالي الكورة هتتشتت لبرا وهتطلع برا ومش عارف إن كان الداخلية خالص يطلع بالكورة نشوف الحالة اللي بعدها برضو نفس الكلام الضغط العالي بتاع النادي الأهلي ضغط هنا كان ضغط عكسي كورة برضو بتتلعب في دارة بالفعل كريم فؤاد كورة بتتقطع من النادي الأهلي ولكن بص يا كريم الضغط العالي والشراصة اللي موجودة عند النادي الأهلي وهو بيزيد بص أكرم طفي طالع لغاية فين ضغط رهيب من لعيبة نص الملعب وبالتالي كورة بتتشتت وبتروح للنادي الأهلي برضو نفس الكلام هنا ضغط عكسي ضغط رهيب من برونو سافيو على الجانب الشمال وبيقدر إنه هو يعمل الدبل باس مع محمد مجدي أفشا اللي نجب من نجوم المباراة وعاوز أعرف عنده أفشا شوية صغري محمد مجدي أفشا واحد من أفضل صناعة اللعب في مصر وكلنا عارفين الكلام ده كريم حاجة تانية برونو سافيو هل الأفضل لبرونو سافيو أنه يلعب تحت الفراو ده ولا الأفضل لبرونو سافيو أنه يلعب كجناح طبعا الأفضل لبرونو سافيو أنه يلعب كجناح لأنه هو رجل دريبلر كويس جدا على خط بيقدر يحل لك الحلول بالمهارة الفردية بتاعته زائد أن يدور صناعة اللعب مميز فيه أكتر أفشا يكفي أن أنا أقول لك أرقام أفشا النهاردة في المباراة أفشا لمس الكورة خمسين مرة منهم تمن فرص محققة عمل تمن فرص محققة باس أسست لمحمد مجدي أفشا منهم طبعا ثلاث أهداف حاجة تانية برضو عاوز أتكلم عليها وهي أرقام برونو سافيو لما لعب تحت الفراو ده في مباراة السوبر يا كريم كانت أرقامه إيه رجل لمس الكورة 30 مرة فقط في 80 دقيقة صناعة صفر أحرص بس الهدف ولكن كلنا بنسأل هو ليه برونو سافيو مش موجود ليه برونو سافيو مش ظاهر برونو سافيو لعب موهلاته كويسة جدا ولكن الأفضل ليه أنه هو يلعب على الخط ودي الميزة اللي موجودة عند محمد مجدي أفشا معيش أرجع بالحالات شوية بس يا جلال عشان أشرح دور محمد مجدي أفشا شوف يا كريم فيه كرة تلعبت بين برونو سافيو وبين محمد مجدي أفشا اللي قبل دي اللي محمد مجدي أفشا لعب لبرونو سافيو قبل ما برونو سافيو عطول يطلع بثلاث دقائق شوف التحرك دايما إنه دايما جناح النادي الأهلي لما الكرة بتتجمع على الناحية للمين أو الكرة بتتجمع على الناحية الشمال دايما الجناح التاني بيخش جوه منطقة الجزاء عشان يعمل الزيادة العددية مع الفيروت وزي ما قال برضو جمال على الباك باس أو يتعامل أوفر شوف هنا محمد مجدي أفشا بيشاور له لبرونو سافيو بيلعب أوفر شوف برونو سافيو بيهدر كرة بعكاية بيطلع بعدها الكرة اللي بعدها نفس الكرة بالضبط محمد مجدي أفشا بيلعبها نشوف هنا برضو نفس الكلام بالضبط دي كريم فؤاد الهدف الملغي الرائع بشكل كبير جدا من كريم فؤاد ولكن تتلغي عشان أفصايد نفس الكرة يا كريم بالضبط كريم فؤاد هاي بيخش جوه منطقة الجزاوي خش جوه الثمانتاشر وقدر يتفوق بشكل كبير جدا ونيعمل الزيادة العددية الكرة تولد منه فهجبها برضو الحالة اللي بعدها برضو ودي برضو الحالة يعني يشوف أفشا تفكر تفكير مختلف تماما كله اللي أفشا يشوت ولكن برضو نفس الكرة لحسام حسن ولكن ده بصورة سيئة جدا فأعتقد أن دور مهم جدا لمجدي أفشا أنه يلعب دور صانع اللعب وفي نفس الكلام دور مهم جدا أن بروني سافيو يبقى موجود على الطرف الشمال علشان خاطر يظهر أكتر وإمكاناته تظهر بشكل كبير